موسيقى قصة سيدنا صالح عليه السلام لما أهلك الله عادا بذنوبهم وطهر الأرض من أوزارهم أورثها تمود وأسكنهم الحجر مدينة بين المدينة والشام وجعلهم خلفاء فيها وكانت أرضها خصبة ومياهها وفيرة لكنهم طغوا وبغوا وعبدوا غير الله وكانوا أشد ظلما جبروسا من قوم عاد فعبدوا الأصنام ولم يتركوا منكرا إلا فعلوه فأرسل الله عليهم صالحا عليه السلام فدعاهم إلى عبادة الله ونهاهم عن عبادة الأصنام وذكرهم بنعم الله عليهم إلا أنهم تمادوا في طغيانهم واستمروا في عسيانهم فلما عصوا دعاهم فذكرهم بقرابته بهم فهم قومه وأبناء عشيرته كان يحسن إلى صغيرهم ويوقروا كبيرهم وما جربوا عليه من كذب ولا خيانة وما يريد منهم أجرا إلا أجره إلا على رب العالمين فما عليهم إلا أن يستجيبوا له ويؤمنوا به وقد جاءهم بالبينات من ربه لكن القوم قد صموا آذانهم وتمسكوا بما كان يعبد آباؤهم واستهذأوا برسولهم وأنكروا عليه نبوته ولاموه عليها وارسابوا في أمره قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قالوا يا صالح لقد كنت فينا ثاقب الفكر وصائب الرأي لا تقول إلا حقا ولا تتكلم إلا بخير فما هذا الذي تدعونا إليه أتنهانا أن نعبد ما كان يعبد آباؤنا إننا لفي شك مما تدعونا إليه ولا نثق بك ولا بدعوتك فحذرهم من عذاب الله إنهم استمروا على مخالفته وخوفهم من بأسه وبطشه وحذرهم من عقوبة الشرك بالله وعاقبة الظلم والإفساد في الأرض إلا أن القوم سمادوا في غيهم وضلالهم واتهموه بالسحر وطالبوه بمعجدة تكون دليلا على صدقه وبرهانا على صحة دعوته وقالوا ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية إن كنت من الصادقين واشتمعوا يوما في ناديهم فجاءهم رسول الله صالح فدعاهم إلى الله وذكرهم وحذرهم ووعظهم فقالوا له إن أنت أخرجت لنا من هذه الصخرة وأشاروا إلى صخرة هناك ناقة وذكروا أوصافا عددوها وتعنتوا فيها وأن تكون عشراء طويلة فقال لهم نبي الله صالح عليه السلام أرأيتم إن أجبتكم إلى ما سألتم أتؤمنون بما جئتكم به وتصدقونني فيما أرسلت به قالوا نعم فأخذ عهودهم ومواطيقهم على ذلك ثم قام صالح إلى الصلاة فصلى لله عز وجل ثم دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا أملا في أن يقفوا عن عنادهم ويعودوا إلى رشدهم وما هي إلا لحظات حتى انشقت الصخرة عن ناقة عظيمة عشراء كما وصفوها تماما فكانت دليلا قاطعا وبرهانا صاطعا فآمن بعضهم واستمر أكثرهم على عنادهم وكفرهم وضلالهم فقال لهم صالح عليه السلام وإلى تمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تاقل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فياخذكم عذاب أليم وكانت تلك الناقة تشرب الماء يوما وتترك لأهل البلد الماء في اليوم التالي واستمر الحال هكذا فترسا من الوقت فلما طال عليهم الزمن اجتمعوا واتفق رأيهم على أن يعقروا هذه الناقة ليستريحوا ويتوفر لهم ماءهم وهكذا زين لهم الشيطان أعمالهم وكانت في القبيلة ستسعة أفراد فاسدون مفسدون تولوا أمر الناقة فرماها أحدهم بسهم وأسرع الآخر بسيفه فدبحها فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالحوتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين وأسرع بعضهم إلى صالح ليسألونه أين العذاب فقال لهم صالح إن العذاب واقع لا محالة فانصرفوا عنه ساخرين هازئين وأجمع بعض رجالهم على قتل صالح ليلا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين فأرسل الله عليهم ملائكة من السماء فضربت رؤوسهم بالحجارة فماتوا قبل قومهم وقد متع الله الباقين في ديارهم ثلاثة أيام وفي اليوم الأول اصفرت وجوههم كما أنذرهم صالح عليه السلام ثم أصبحوا في اليوم الثاني وجوههم محمرة ثم أصبحوا في اليوم الثالث وقد سودت وجوههم فلما أشرقت الشمس جاءتهم صيحة من السماء من فوقهم وزنزال عظيم مدمر من أسفل منهم ففاضت الأرواح وماتت الأجساد وسكنت عن الحركة فأصبحوا في ديارهم جاثمين جثة لا أرواح فيها ولا حراك بها قصة سيدنا زكريا وسيدنا يحيى عليهم السلام كان زكريا زوج خالة مريم بنت عمران وقد كفلها بعد موت والدها حيث تنازع القوم على تربيتها فاتجهوا إلى القرعة فيما بينهم فألقوا أقلامهم في البحر فجرت جميع الأقلام مع الماء إلا قلم زكريا فقد تبت وهكذا فاز زكريا بكفالة مريم أحسن زكريا كفالة مريم وكان يتفقدها ليطمئن على أحوالها وكان زكريا يدخل على مريم فيجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء فسألها من أين لك هذا فقالت هو من عند الله يرزق من يشاء بهير حساب أدرك زكريا المعجزة وراح يفكر في نفسه لقد أصبح شيخا عجوزا ومرأته عقيما لم يرزقها الله الولد وقد أصبح على شف الموت ويحتاج الولد ليكمل رسالته وهنا رفع زكريا يده إلى السماء داعيا الله عز وجل وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذني فردا وأنت خير الوارتين وظل زكريا يتوسل بضعفه وعجزه ويقر بجميل فضل الله عليه باستجابته لدعائه وأن قصده من طلب الولد إنما ليارس علمه ونبوته ويقوم بعد مماته بتعليم بني إسرائيل وهدايتهم فاستجاب الله تعالى دعاء زكريا وبشره بغلام اسمه يحيا وكان اسما لم يسمى من قبل فاستجبنا له ووهبنا له يحيا وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين فرح زكريا بالبشرى فرحة عامرة ثم طلب زكريا من ربه آية يطمئن بها قلبه وتعلمه بحمل زوجته فأجابه الله إلى ما طلب قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فكان العجز عن الكلام من غير خرص ولا آفة وهو الآية التي يعرف بها زكريا حمر مرأته ليطمئن بها قلبه فاطمئن قلبه وامثثل لأمر الله له حيث قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمز واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والبكار خرج على قومه فأوحى إليهم أيب الإشارة أن سبحوا بكرة وعشية وهكذا استجاب الله لدعائه زكريا ووهبه يحيا النبي الكريم وولد يحيا لزكريا فأعطاه الله حنانا وحبا لجميع الكائنات فكان رحيما بها عطوفا عليها وكان في صغره يطعم الطيور والحيوانات من طعامه وعندما كان لا يجد ما يأكله كان يأكل أوراق الشجر والأعشاب وكبر يحيا وصدر له الأمر الإلهي بالنبوة يا يحيا خذ الكثاب بقوة وآتيناه الحكم صبي تعلم الثورات على يدي والده زكريا وأحاط بأصولها وكان شديدا على الباطل لا يخشى في الله لوم سلائم وكان برا بوالديه مطيعا لهما لم يعقهما طيل ساحياته ولم يكن جبارا عصيا قال سعال وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا أعتاه الله وهو في الصغر الحكمة والعلم النافع والحنانة وأعتاه تهارس البدن من الذنوب والمعاصي والتقرب إلى الله حيث كان تقيا متجنبا للمعاصي مطيعا لله برا بوالديه ولم يكن متكبرا كان يحيا يخرج إلى الجبال والصحراء يعيش فيها بالشهور والأيام تعبد فيها ويبكي من خشية الله وكان يدخل المغارات في الصحراء فيجد فيها السباع المفترسة من أسود ونمور فيقف ويصلي ويتعبد فتخرج هذه السباع دون أن تؤديه وفي ذات يوم جمع يحيا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد وقام فيهم خطيبة كما جاء في الحديث النبوي الشريف وكان خلاصة دعوته أن يعبد الله ولا تشرك به شيئا آمركم بالصلاة آمركم بالصيام آمركم بالصدقة آمركم بذكر الله عز وجل وكعادة اليهود الخيانة والغضر فقد تآمروا عليه وعلى والده زكرياء عليه السلام فقتل شهيدين سلام عليهما في الأولين والآخرين